في بلدة صغيرة تحيط بها الأشجار من كل جانب حدثت هذه القصة كان حاكم البلد وزوجته يعيشان وحيدين في قصر الحكم ويحلمان أن يرزقا بولد يعطيهما السعادة والفرح مرت سنوات طويلة من الانتظار والدعاء رزقا في آخرها بطفلة جميلة جدا فأقاما حفلا كبيرا بهذه المناسبة السعيدة كان الحاكم مسرورا بزوجته التي يحبها وبطفلتها الرائعة الجمال حتى إنه دعا إلى الحفل جميع الناس ومن دون استثناء كان من عدات تلك البلاد أن يقدم كل فرد حضر الحفل هدية إلى المولود الجديد ولذلك سمح الحاكم للناس برؤية ابنته وتقديم الهدايا إليها ثم دعا بعض النساء الفاضلات إلى حفل خاص غير ذلك الحفل أشكر لكم حضوركم وتلبية الدعوة إلى هذه المائدة هيا تفضلنا إلى تناول الطعام هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وظن الجميع أنها ماتت أعتذر إليك فأنا لم أكن أعلم أين أنت تستطيعين أن تتفضل وتشاركين في طعامنا الآن أحضر الكرسي حاضر جلست المرأة خلف المائدة وقدم إليها طعام مثل طعام الأخريات أنا أكل بهذه الأواني والأخريات بأواني أجودة منها تستخفون بي يا سادة حان الوقت لتنظر النسوة إلى الفتاة وبدأنا ينظرنا على التوالي أرى أن هذه الطفلة ستكون الأجمل عندما تكبر وتصبح شيئا أرجو ذلك من كل قلبي ويبدو لي أن لهذه الطفلة قلبا رقيقا مثل غيوم الربيع البيضاء وأرى أنها ستكون رقيقة المشاعر والأحاسيس وأتوقع أنها ذات صوت شجي وكلام عز وستغني الأغاني بصوت أحلى من صوت البلابل والعصافير يجب أن تتعلم العصف بالآلات الموسيقية أظنها لن تعيش طويلا بل ستؤذي نفسها بشيء حاد يؤدي إلى موتها ماذا؟ ماذا قلت يا وجه الشؤون؟ تماسك ولا تخافي يا حراس أمسك بتلك المشعوذة الشريرة المشعوذة الشريرة المشعوذة الشريرة ألم تمسكوا بها لا تقلق يا سيد الحاكم فالأعمار بيد الله تعالى ولكن كلام الشريرة مزعج لا شك أن كلامها مزعج يا سيدي ولكن عليك أن تجعل ثقتك بالله كبيرة حتى لو صح ما توقعته المرأة المشاوذة فالله قادر على تهيئة الأسباب التي تجعل ابنتك تنجو ويطول عمرها حتى لو آذت نفسها كن مطمئنا يا سيدي وأرجو الله أن تحيا حياة سعيدة شكرا لك أرجو ذلك وأنا أثق بأن الله تعالى سيسلم ابنتي من كل شر عزيزتي الواجب يقضي منا أن نحسب حسابا لهذه المرأة الشريرة فقد تحاول إذاء ابنتنا لتدعي أن ما توقعته قد حدث ما العمل السيدي؟ لا تقلقوا يا حراس ذكية ولطيفة وأتقنت أشياء كثيرة ترجمة نانسي قنقر لا تذهب يا بلابل أيها السنجاب هل عرفتني؟ جاءت الأرانب والثعالب أيضا مرحبا يا أصدقاء الماء جميل جدا يا أصدقاء اللعب من ماء النهر البارد رائع أنا سعيدة سعيدة جدا أين أنت يا أنستي؟ صوت مربيتي أنستي الغالية أنستي أنستي وجدتك أخيرا لماذا غفلتني وشئت إلى هذا المكان؟ الماء بارد وأخشى عليك من الزكام انتعي لحذائك إذن سأركض على العشب مع أصدقائي لا تركض هكذا بسرعة وإلا وقعت لا تفعل ذلك أرجوك أنتركض على العشب أنتركض على العشب أنتركض على العشب أنتركض على العشب والدي هنا ما أشد سعادتي ابنتي وهكذا كانت الأيام السعيدة تبدو كما لو أنها ستدوم طويلة مع السلامة مع السلامة حال الوقت لخروج الحاكم والحاكمة إلى أنحاء البلاد لتفقد أحوال الرعية ما أجمل هذه الورود؟ لا أحد هنا ولا هنا أيضا أين ذهب الجميع يا ترى؟ شكل هذه القطة غريب انتظري إلى أين تهربين أيتها القطة؟ صعدت الفتاة الجميلة الدرجة المؤدي إلى أعلى القصر وهي لا تعلم ما ينتظرها ها؟ لماذا بنيت هذه الغرفة هنا؟ أرجو المعذرة أهلا بك يا جميلة لما أنت وحيدة؟ لأنني أغزل خيوطي بعيدا عن الوحيدة في عيوني يا ابنتي تغزلين الخيوط؟ يبدو ذلك العمل ممتعا جدا هذا صحيح هل أستطيع أن أجرب؟ من دون شك تفضلي أمسك المغزل والإبرة المغزل تم الوحيدة خطي اشتركوا في القناة صغيرة الحبيبة صغيرة أنا الملومة كان ينبغي أن تبقى تحت نظاري له لا تلومد سكعيتها المربية إنني أسأل الله تعالى أن يهيئ لها أسباب الشفاء العاجل أرجوك كلميني يا ابنتي ابنتي هذا يكفي يكفي أفقي يا ابنتي انظري ماذا أصابها اطمئنا واجعلاثقتكما بالله وحده ونعم بالله ولا سيما أنها لا تزال حية وتتنفس جيدا فلتصبرا حتى لو طال وقت غيبوبتها إن بعض المصائب تكون امتحانا لصبر الإنسان يا سيدي الحاكم سيطرة الحزن على جميع أهل القصر وأهمل حتى غطت الأشجار الشوكية جدرعنا ومرت الأيام الطويلة وكل شيء على حاله وذات صباح مر حاكم البلاد المجامرة في رحلة صيد من جانب قصر الأشواك لماذا لم تطلق سامك يا سيد الحاكم؟ ما ذلك الشيء؟ هل تقصد قصر الأشواك؟ إنه قصر حاكم البلاد لكنه أهمل بسبب مرض ابنته هل تريدنا أن نصدق أن حاكما يهمل قصره هذا الإهمال حتى يأول إلى هذه الحالة المزرية يا زميلي؟ قلت إنه قصر حاكم هذه البلاد يعني أنه قصر لا أنا قلت إن هذا لا يصدق يعني أنه لا يصدق إنه يخرف أرجوك أهدأ دعه وشعناه ماذا تقول يا أفا؟ هذا يكفي ها؟ لا تختلفوا فأنا سأخبركم بأمر هذا القصر الحزين في هذا القصر تنام أجمل فتاة في العالم منذ مدة طويلة ولذلك حزن الحاكم والرعية حزنا شديدا عليها وأهمل كل شيء حتى صارت حال القصر على هذه الحال التي ترونها الآن بعدما كان أجمل القصور سأنقذها ها؟ سأتغلب على كل شيء مهما كان وسأنقذها وانا احبكم ايضا اذا اعتني بنفسك يا سيدي برعاية الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة